انا معايا شوية رز بايتين كده من مبارح ومعايا ربع كيلو رحم وفرومة معايا فلبل وبصل وهعمل كباشامل حتى بسيط هعمل كباتين لبن بس مش هعمل كتير كباتين اللبن عليهم معلقتين دقيق عليهم معلقة سامة تمام ابدأ بقى اعمل الائد الوقتي اعصق اللحمة واعما باشعمل الرز بايتها مش مشكلة طبعا عايز تعمليه اعمليه طبعا انه هو كوصفة من اولها حلو جدا يعني اعمل رز ابيض عادي ينالي نهاردة بعد يكب شو رز بايت مش لازم رز بايت يعني بايت لا انت يعمل الرز عادي النهاردة لو انت عايز تعمل الرزة العادي النهاردة عمل اي كباتين رز قلطيت كبيات من الرز испعمليهم رز ابيض واشتغل بيه الوصف برضو حلو قوي بس انا بقولك انا جايب هارك كحال من الحلول يعني طيب نقول بسم الله هنعصج اللحمة معلقة زيت كده انا بقى عشان اديها شكل وقيمة كده وسيمة رحمة اديها ايه شوية فلفل الوان كده عمليولها الوانات ومناظر كده فهناخد بسم الله اللحمة الاول بحط بقى شوية ايه جنزبيل شوية قرفة شوية ملح كل ده على اللحمة بس تمام وبعدين انزل بالبصل شو بقى فرمودان هتعمله معانا ايه فرمودان بقى حد هيبقى صاحي ولا كله هيبقى نايم نشوف بس انا انا اقولكو نايمة بصراحة يعني بصراحة لا استاني بص البصل والفلفل مع بعض ماشي البصل ده فلفل الوان مقطع لوس غنن كده مع بعض اجي بقى اعمل البشامل ده كده انا عصاكت اللحمة بس انا بتستوي بقى شوية كمان كده البشامل عبارة عن ايه معلقة من السمنة معلقتين من الدقيق وكبيتين من اللبن معلقة سمنة تسيح بصرا عصاكنا اللحمة دي بطريقة جامدة جدا واشوف الوان حلوة ازاي فيها مشهية يعني والبصل انا حطته كبان ما هرتوش وياخد لون ابيض كده معاها فشكله جميل جدا ابيض واخدر واحمر واصفر هيصى عندي فرح هنا جوه البداع جوه الحل وحط هنا كده انا بسيح معلقة السمنة كويس قوي قوي هنيجي بس الاول نعمة بشامل اللي كنا بنعمله مع بعض اللي دايما بيكلكع مننا وبيضيقنا خالص اللي هو بنبدأ ان احنا زي ما تركوا بانسخم معلقة السمنة وننزل معلقتين الزيت المعلقتين الدقيق ينزلوا تلاقيهم بصوا بيازم يفوروا كده في السمن وبعدين هقلبها عشان مريحة الدقيق عشان مريحة الدقيق واروح بس استنى عليها سوان يصفر لكده ومعايا هنا كوبايتين لبن بارد كوبايتين لبن بارد مش عاملة بشامل كتير يعني ننزلوا كله مرة واحدة وقلب كده ان شاء الله ما يكلكعش معاكي خالص السمنة سخنة الدقيق ينزل يتحمر مع السمنة سخنة واللبن بارد خالص ننزلوا على مرة واحدة كله على الدقيق اللي تحمر او اللي خاد شوية سوا واروح حاطة سنة ملح وفلفل بص بقى اني باخد شوية روز كده حطيتهم هنا يعني ايه اللي اخبطها ببسطة كده معا اللحمة يعني لحمة مش كتير هنا اللي انا عملها دي مش كتير مش حطاها مش كتير تمام بقلب بس هنا كده لازم البشامل ده يغلي وعليه شوية جبنة مزرلة بسيطة الطبقة التحتانية دي كلها بس ماشي طب انا عايزة تحطي كل الاصطانية ملخبطة على بعضها ماشي بس انا ايه قلت لأ اخلي جزء كده وجزء اللحمة في النص بانا بقى عامل الرابع كيلو حولتوا الايه حولتوا الكيلو فبراحتي بقى اعمل عماية الجامدة فيه خالص فبقى كده في الطبقة تحتانية رز على لحمة بسيط واللحمة في النص والرز برضو اللي على الوش ايه اضيف له شوية لحمة صغيرين واجب بشامل خلاص غلي وبعدين اروح حتى رز ده ممكن يخليه ابيض مش هحطره لحمة ده كفية لحمة كده لبقى كده عملت تلات اشكال من ايه من الرز وكل ده انا عاملوك كوب بيتين رز طعم بسماتي بلدي زي ما انت عايزة ادي كده الطبقة اللي فوق اهيه تمام هعمل معاها ايه كمان بقى النهارده هعمل كبرة فراخ عندي كم كبرة فراخ كده هعملهم في الطاصة بطريقة سهلة وبسيطة برضو بكمية بصل محترمة بخبار بشامل ده بصوا بحطله حوالي نص كباية جبنة حاضر وروح واخده بقى الطاصة تانية بس ثانية واحدة عشان اعمل احمل بس البصة عشان ماخدش معايا وقت وارح حط ده على الوش فين الفوطق فين الفوطق بسم الله بسم الله حطه على وش الرزي بقى انا هنا كده عندي الصامية دي فيها تلات انواع من الرز الاوانية اللي فيها او تلات انواع من الطبقات يعني الاوانية اللي فيها شوية لحن مفرومة وبعده اللحن مفرومة في النص وبعده البشامل الرز اللي على الوش يفي البشامل عايز اقول لكم جامدة جدا الحاجة غالية دلوقتي مش عايزين نرمي حاجة كل حاجة نستفيد منها وطبقة الرز الاوانية واخده تعمل لحن مفرومة طبقة الرز اللي فوق واخده تعمل بشامل اشتركوا في القناة